ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة كثيرا من نرى مكشورات على صفحات التواصل الاجتماعي لأفكار وعبارات وجمل وعشعار بل وكتابات تعود لأناس أفرين ولا يذكر اسم أو المقدر من قريب أو بعيد وكأنه يتقنص دور الكادر ويسترسل بالدعاء أفجر بنصفه كادر بأنه صاحب هذا الكلام وتناسى الحق الفكري والأدبي لمن نقل عنه والذي تجمع عصارة أفكاره وأخرجها لنا لنجدها على الصفحات المختلفة لا أهل لها ولا مطل وكأن كل فهمة مباحة مدامة نشرت للعالم واستقسمت ربط فعلي بوضع قانون خماية كرية لكل ما ينشر على برنامج التأميدات الأسرق ومعاقبة الناس فيه دون ذكر المصدر بالرغم من استياء البغض وامتصاص الشفاء دعونا لتعلم ثقافة حفظ الحكوم لنا وعلينا فليس جميعنا نمتلك مهارة صنع الفكرة أو تجسيدها لكل مننا من يمتلك حاسة التذوق لكل جميل ومن جمال القبوة والمعاني ما يأسل القبوبة وينير العقوبة كل متذوق عاشق لكل جميل ولكن رد الجمال لصاحبه بالإشارة لإسمه فهو يستحق وإن لم تجد صاحبه فلتذكر أنه مقوم وهو أنا أنا أوروب ليه إليت المقال لأنها هي تكتب صنا بنظيم موجود معنا بقى اللي بدل هو بتكتب المقال على أعتبار إلا هو التكلام المنقصم إلا نسر وبكتبت نسر فراحت ناحية المقال فوقت لها هي مدى كابل في المقال بس إن دباطه يأوله جدا 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 في الخارات إسمعه أول حياة ثانية عطرانا سنكتب يوما عن الذين أربقوا النبضة بذكرنا فظلمنا أن جنة لن نستفق من خمرة الشعور عطرانا نستطيع البوحة بالمكنون أول ما يجول في الخاطر ويمدون أولا نقدر على تلك اليقظة فالبقاء محبب في ذلك الحيض المخمول تفاصيل لم تخضع لحكم العقل فهي في قرارة القلب إحساس يثور ينطق بلا رساله ويرى دون عينانه ويشير إليه البلاد إنه هو الحب المشؤول شكرا شكرا